السكن الاجتماعي والبناء الرفي وتعبيد الطرقات بالشوارع أهم مطالب سكان بانيو ببلدية المعريف السكنة في ربعة في خمسة في عشرة في دار واحدة من الزوجين كامل وراه كامل في الزيق يعني كبير الحي احنا خاصينا ترقى خاصينا خاصنا سبيطار يخدم الليل والهار عدنا سبيطار يخدم الصباح من ثمانية لذلك كذا ويحبس منطقة بانيو ذات طابع فلاحي ورعوي بالدرجة الأولى لذا يقوم سكانها ببيع منتجاتهم من الخضر والفواكه على جنبات الطريق الوطني رقم خمس واربعين العابر للقرية ما أزعج المرة من المركبات بسبب الازدحام وكذا السكان بسبب عدم شروط البيع لذا يطالبون بسوق جملة يجمع التجار وينظم الأمور ويفتح مناصب شغل للبطالين السلطات المحلية ممثلة في رئيس البلدية كان لها رد على هذه الانشغالات نطلب سكنة جديدة ويكون هناك إن شاء الله برنامج برنامج في المستقبل إن شاء الله سكنت رحين إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله الجاية رح نديمونديو أن نكملوا تهيئة الحضارية زايد التعبيد انتاحا تكلفة كبيرة كنتكلفة كبيرة على هذهك رحين نلتجوا للبنك من أجل أنه يعطينا قرض نبنيوا السوق هذا الجملة لأنه السوق الجملة مهم لأنه ما يخفقه مش بلدية لمعاريف بلدية فلاحية بامتياز منطقة بانيو وما تسخر به من أراضي ومستثمرات فلاحية عديدة الاهتمام بها تنمويا تثبت السكان بمنطقتهم وتدعم الخازينة العمومية ماديا